تدرون الفخر الرازي ماذا يعتقد تدرون الملايين من المسلمين الآن ماذا يعتقدون لأنه لم يأخذوا دينهم من علي باعتباره امتدادا للنبي صلى الله عليه وآله لأنهم تركوا أهل البيت لأنهم همشوا أهل البيت هناك تهميش متعمد لأهل البيت تدرون خط الأشاعره الحاكم ماذا يعتقد في الله ماذا يعتقد في النبي ماذا يعتقد في الإمام يقولون إن الله يقلب القلوب بين إصبعين من أصابعه مشكلة التشبيه يضع السماوات على إصبع هاي السماوات كلها قائمة على إصبع من أصابع الله والأراضين كلها قائمة على إصبع ثانية ينزل إلى السماء الدنيا الخطيب قال كما أنزل أنا من منبري درجة درجة ونزل من المنبر هالشكل الله ينزل المسلمون المخلصون يعانقونه في الآخرة يعانقون الله بل يعانقونه في الدنيا هاي عقيدة بعض عالم من علماءهم قال أعفوني عن اللحية وكذا في الله واسألوني عما وراء ذلك اللحية الله ما أعرف شلون طويلة قصيرة مدورة مربعة بس غير اللحية وكذا أي شي تحبون اسألوني عن الله الله له وفرة سوداء وفرة الشعر اللي يدل على الأذن هذا يقال له وفرة وشعر قطط يعني مجعت كالأفارق وفي مكان آخر كأنه غلام تركي الله الذي يعتقده وروا أنه اشتكى عينيه فعادته الملائكة والله اللي عندي عين فديوم معانا تعطب أيضا فتعوده الملائك وبكى على طوفان نوح حتى رمدت عيناه وإن العرش ليأط من تحته كأطيط الرحل الحديد يصوت وتقارنوا هذه الأشياء بالمعارة الإلهية الموجودة في نهج البلاغ حقيقة النهج البلاغ كتاب مظلوم محمد عبده يقول مضمون كلامه في مقدمة شرحه على نهج البلاغ سنحت لي فرصة فطالعته في نهج البلاغ لعله كانت أيام غربته فتعجبت هذا نهج البلاغ الضحر من المعارف كيف يصور الله سبحانه وتعالى لاحظوا الخطبة الأولى في نهج البلاغ هذه المعارف العظيمة في هذا النهج يقول في الخطبة الأولى من أشار إليه فقد حده ومن حده فقد عده ومن قال فيما فقد ضمنه ومن قال علامة فقد أخلى منه كائن لا من حدث موجود لا عن عدم مع كل شيء لا بمقارنه وغير كل شيء لا بمزايله إلى آخر الخطبة عمق المعارف الإلهية في نهج البلاغ وين من نهج البلاغ أين المسلمون من نهج البلاغ أين المسلمون من نهج البلاغ